تصدر هاشتاج عيد التكدس قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء منح العاملين في الدولة أجازات من الخميس للإثنين بمناسبات مختلفة تشمله عيد العمال وعيد شم النسيم بينما قرر اعتبار الأحد أجازة للحد من التكدس رغم أنه يوم عيد القيامة المجيد وقد أدى العديد من النشطاء على مواقع تواصل استيائهم من تلك الصيغة ومن جانبه كهن مجلس الوزراء المواطنين للأقباط بعيد القيامة المجيد دون الإشارة للجدل الدائر وينضم إلينا عبر خدمت اسكايب الكاتب الصحفي بشوي أهلاً بك معايا بشوي خلينا نبدأ من المشهد في البداية طبعاً كل سنة وانت طيب كل سنة وكل المصرين بألف خير وخلينا نبدأ من المشهد ومن الجدل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي زي عمحنا ما بنقول رغم أن اليوم ده ما كانش عيد قبل كده يعني لا ما كانش بيتم أنه هو يتاخد أجازة قبل كده فإيه السبب المشهد دون المراضي تحديداً؟ يعني أنا على قد منها حزين على مواصل إيه الحال في مصر على قد منها سعيد بالصدمة اللي المسيحين أخدوها ربما يفوقوا من غيبوبة المواطنة الزائفة لعايشين فيها بقلهم 7 أو 8 سنين فجأة المسيحين اكتشفوا أنهم مواطنين من الدرجة الثانية بعد سنوات من الإنكار كحيلة دفاعية يعني بيستخدمها لعطل الباطن يعني المسيحين برروا تخاذل الإمن في موجة الاعتداءات المتكررة على الكنيس وبرروا جلتات صلح العرفية وبرروا تخاذل في حماية الكنيس إبان فدع تصام ربع برروا العوارل قانوني في قضايا قانونية متعددة في نفس الشأن القبطي فجأة أي خبر بسيط من الدولة يفوق وزء كبير منهم من الغيبوبة رد الفعل يعني رد فعل سياقك عادة المصريين دوما في التغلب على ألامهم ومصاعبهم بالسخرية فجأة قدرت مسيحي مصر أن الدولة جابنت أنها تعترف بعيد القيامة المجيد لأنه مخلف للاعتقاد الإسلامي الدورة المصرية خافت رد فعل الشارع المتسلف لو كانت سمت اليوم ده بإسم عيد القيامة وبررت الأجازة يعني بإسم مضحك والحد متكدس والسخرية القدر كلمة الحد مقربة جدا لكلمة الأحد والحياء أنا مكنش مستغرب يعني من التصرف لأنه ده بيتماهى مع الأداء العام للدولة والسلطة التنفيذية يعني على سبيل المثال المسحين في مصر بيستشهدوا دوما بزيارة الرئيس السيسي السنوية اللي قد رؤية في عيد ملاد المجيد كبليل على إقرار المساوى المواطنة لكنهم بينسوا أو بيتناسوا يعني أنه عمره مظهر ولا هيزور الكنيسة في عيد القيامة المجيد للسبب ذاته لأنه مخلف للعقيدة الإسلامية ودي نفس وجهة النظر السلفية اللي بتنع المتشددين من تحناية المسحين بعيدهم لأنه مخلفة للعقيدة وبالأخص عيد القيامة المجيد لأنه بيتعارب بشكل واضح يعني مع العقيدة الدولة في مصر للأسف باقت بتنافس السلفين في تسلفهم وتشددهم وبتزايد عليهم كمان لكن الحقيقة بشو يعني لو البعض قال أن رد الفعل دو أصلا مبالغ فيه يعني البعض قال أن العيد السنة دي هو أجازة فعلا عشان خاطر فيه كورونا له ما كانش فيه كورونا ما كانش العيد هيبقى أجازة يعني عيد القيامة مش بيتاخد أجازة رسمية من الدولة فكان من الطبيعي أن الدولة تسميه حاجة متعلقة بكورونا وأنه ما تقولش أنه احنا واخدينه أجازة هذه المرة بسبب أنه عيد القيامة لأنه عيد القيامة مش أجازة رسمية إيه رأيك في الرأي ده؟ هو لو هنجي نحسبها أنه عيد القيامة فعلا هو مش أجازة رسمية للدولة يعني شقي الدولة مش بياخدوا أجازة بس الحقيقة دي كانت فرصة زهدية للدولة عشان تدي للمساحيين قيمة معنوية كده كده اليوم يعني الدولة اديته أجازة وكده كده الدولة تحملت تكلفة يعني دي أجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين في الدولة فكانت فرصة زهدية بحقيقة جدا أن الدولة يعني تتشجع وتقر أو تعمل خطوة جريئة في موضوع إقرار المواطنة يعني حرق زغيرة جدا كانت هتفرق جدا مع الناس أحيان طب خليني أحكي لك حدودة كده يا بشوي الحدودة على لسان الدكتور مصطفى الفئي وحكى قصة قديمة أن مبارك عرض على البابا شنودة بالفعل أنه هو يوم عيد القيامة يعتبر أجازة رسمية لكن بابا شنودة اعترض وقال أو رفض وقال أن عيد القيامة ما ينفعش يكون أجازة رسمية تفرض على المسلمين والمسيحيين لأن ده ضد العقيدة المسلمة على عكس مثلا يوم الميلاد المؤمن به المسيحيين وبيؤمن به المسلمين هل إحنا عندنا أي مصادر أخرى للحكاية دي غير دكتور مصطفى الفئي ده مبدايا ده سؤال أولا يعني هل في أي مصادر تانية في الكنيسة بتقول مثلا أن بابا شنودة بالفعل مر بالموقف دوا وحكى الحدودة دي وأيضا السؤال التاني هل موقف بابا شنودة في اللحظة دي لو ده كان حصل فعلا أن النقاش ده واندار ما بينه وما بين مبارك هل بمثل رأي عموم المسيحيين في رأيك؟ طيب يعني في رأيي قصة دي إحنا ممكن نحضر بيها سالة دكتوراه في علم الاجتماع عن مدى تغالوة للإشعاعات في المجتمع المصري أنا في رأييي أن القصة دي عارية تماما من الصحة وتعتبر من المضحكات المبكيات في الثقافة الشعبية المصرية ومنهاش غد مصدر وحيد زي ما حضرتك تفضلتي بالقول أنه هو دكتور مصطفى الفئي وأنا الحقيقة يعني مع كامل إحترامي لشخصه أنا لا أعتقد أن القصة دي صحيحة على الإطلاق لأنه العكس دوما هو الصحيح الكنيسة المصرية حاولت لسنوات عديدة في موضوع أقرار الأعياد الموضوع الفئي يعني أقرار الدولة للإعادة المسيحية اللي هم الميادة للإيامة عشان يكونوا أعياد رسمية للدولة تعطل فيها المصالح للقومية والمدارس والجمعات وده بينقض قصة دكتور مصطفى الفئي والدولة الحقيقة برضو هي وجهة طلب الكنيسة بالرفض القاطع لسنوات وبعد كفاح وقت بس على عيد الميادة لكونوا يعني لا يتعرض نوعا ما مع العقيدة الإسلامية اللي بتؤمن بميادة المسيح لكن على الجانب الآخر الدولة رفضت تماما موضوع إقرار عيد القيامة والحقيقة أن مطالبة الكنيسة بإقرار الأعياد المسيحية كإعادة رسمية للدولة مجهش من فراغ وجه عشان يعني كمحاولة للحد من التعامل الواضح في مؤسسات دولة رسمية زي المدارس والجماعات على سبيل المسيح للحصر أنها مثلا تحط الانتحانات في أيام الإعادة المسيحية كنوع خفي من الإتحاد الطائفي في مصر والحد دلوقتي وبعد إقرار عيد الميلاد كعيد رسمي للدولة وأجالزة رسمية في الأغلب إحنا بنلاقي أن يوم 8 يناير من كل سنة لازم يبقى فيه انتحان في موظم الكليات أو مدرسة الحقومة المصرية عشان الطالب المسيحي يقضي العيد يزاكد ويتمينع من قضاء يوم العيد برحته فالحقيقة أنا أجد أن القصة دي هي مجرد إشاعة لأكثر ولا أقل طيب بشوي يعني البعض بيقول أن الدول المسيحية نفسها في الغرب مش بتدي أجازة للمسلمين بالاحتفال بعيدهم فمصر دولة في النهاية إسلامية مكتوب في الدستور أنها دولة إسلامية بالتأكيد والأغلبية فيها مسلمة فطبيعي أنها مش هتدي كل أيام الأعياد المسيحية أجازة للكنيسة طيب يعني إحنا في البداية أنا أسمحي لي أعرض حضرتك أنه الدول الغربية يعني بريطانيا أمريكا كندا أوروبا هي مش دول مسيحية هي دول علمانية ملهاش ديانة محددة والدول دي هي ولا بتدي المسلمين أجازات رسمية ولا بتدي للمسيحين الأقباط أجازات رسمية في أعياتهم اللي هو الملاد والقيامة فالدول دي دول علمانية مش فارق معها ديانة المواطن والموضوع هناك في رأيي مش مسيحي أو مسلم يعني دول دي بيحتفلوا بالأعياد زي كريسماس مثلا والإستر كونها أعياد شعبية تراصية مش مناسبة دينية بيحتفل بها كل المواطنين اللي في الغرب سواء كانوا حتى مسيحين أو ملحدين زي بظبط نحن عندنا في مصر مثلا شهر رمضان مولد الحسين مولد السيد البادة وإيماري جيرجس السيدة العزراء دي بتعتبر يعني هي مناسبات شعبية تراصية أكتر ما هي مناسبات دينية والمناسبة كريسماس والإستر مهمش أي علاقة بعيد الناد والعيدة القيامة الشرطي ولا بيوفقهم في الأيام في مصر الموضوع مختلف مسيحي ومصر هم مش دخلاء على مصر مسيحي ومصر هم مجزد أعصيب من البلد وهما سكان أصليين من مصر حتى قبل دخول العالم ومصر ما فيهش تعدد ديني كبير زي الدول دي فهو مسيحيين ومسلمين فقط والمسيحيين عيادهم الكبيرة اللي بيطالبوا بإقرارها كعياد رسمية هم يومين الميلاد والقيامة وموضوع الميلاد خلاص منتعي فأحنا بنتكلم كل المشكلة دي على يوم واحد اللي هو فقط يوم عيد القيامة فالمقارنة أصلا بين مصر وبريطانيا في النقطة دي هي مقارنة تفتقر للدقة والمنطقة وزي ما حضرتك برضو تفضلت في السؤال السابق إن كده كده الدولة قدت اليوم ده أجازة فكان ينقص بس جزء من الشجاعة من الدولة عشان تعمل خط يعني خطوة جريئة في طريق إقرار المواطنة والمساواة مصر دولة مدنية أوكي بمرجعية إسلامية أو المادة التانية من الدستور بتنصر أن نبدأ الشريعة الإسلامية هي المصدر السلي التشريع لكنها في النهاية تظل دولة مدنية والدول اللي في الغرب هم دول علمانية مدنية ملهمش ديانة بنسكورك كنت معنا عبر خدمة سكايب الكاتب الصحفي بشغير كل سنة وكل المصريين بألف خير كل سنة وكل المساحين بألف خير